واش ناكله كي لزمونا نهضروا العيد تع الماكلة واش ناكله نعم أولا لازم نفهمه بأن الحم الغلمي نعم الحم الغلمي من أخطر لحوم اللي تؤدي حاجات خطيرة جدا نعم تؤدي بصحة الإنسان بصحة الآخر هذي نقولها وهذي عادة نقولها أنا كنت جات لي عادة الحم كيلو الحم الغلمين بيعوا بعشم لين بحتى واحد ما يشريه وماشي خسارة عادة لو سمحتي اللحوم اللحوم أني استعمل جمع اللحوم هي عنصر تعلق البروتينات واشن هما سمحوا لي لليوم العيد واني نظر لآخر ولكن أنا فرحان لأنني في قناة اقتصادية اللي تفسر للمشاهدين كل التصرف التعناعيد ولا مشاعيد ولا مناسبة ولا لا 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 واشن هما البروتينات البروتينات للبشر هما السمان هم يعافوها السمان واحد كي يحب يطلع دار يلازم له شحينات تاع السمان ولكن كي يطلع البلية والضالات وكلش ما يسحق الشحينات تاع الأخير احنا البشر مليكون في بطن الأم حتى العشرين سنة مليكون في البطن خلينا من تسعة شهر كي يزاد حتى الواحد وعشرين سنة في النوم في النوم النوم حبي قرآن نبنيه في الدات التعناع هذا أمر إلهي نبنيه في الهد هذا لازمنا بكميات تاع البروتينات السمان ولكن كين مرحلة وين البشر كي يلحق عشرين وعشرين سنة ما يستحقش كمية كبيرة تاع البروتينيات الحيوانية نختم بهذه ونخلي الله سبحانه غني وما سمحش فينا العناصر تاع البروتينيات كين البروتينيات الحيوانية اللي جايينة ملكبش واللوطوم والبروتينيات النباتية يا لي الأسف هذه لازم تتغير في بلادنا نحنا عندما نقول للناس العدس وبوكاسي واللوبيا فيهم بروتينيات أوه هذه الماكلة عن ميزيريا الله أكبر هو الحكمة والراهي الحكمة هي أولا الإنسان كي يلحق السن ما من العشرين سنة وعشرين سنة الفوق ينقص كثير استهلاك اللحوم بالأخص الحم الغلمي هذه واحدة وثانياً لازم نوعه نوعه النمط الغدائي تاعنا وندخله فيه هذه البروتينيات النباتية نباتية هذه حاجة عيد ولا ماشي عيد ولا غدوة ولا البارح ولا في المستقبل إن شاء الله نمط غدائي خارج عليه الدات تاعنا كل واحد لو يشوف هنا الدات ما تخضعش اليوم العيد ما عليش دير هكا أو اليوم اللي دير هكا إلا الله سبحانه أطاها ورقة تاريق على سطح الأرض أما ما تتهي ما تتهي تمش بالعيد ولكن للأسف المواطنين عليها قلت لك نحيي التقم الزمالة والطبي اللي راهو خاتشي واحدة الحكايات نكملهم نعود